أكثر من ثلاثة ألاف جندي من جنود البحرية الأمريكية وصلوا الشرق الأوسط في طريق خطة لتعزيز التواجد الأمريكي العسكري في المنطقة بهدف ردع إيران عن احتجاز ناقلات النفط والسفن حسب ما أفاد الأسطول الأمريكي الخامس اليوم الاثنين هذه الخطوة ستعزز من الحجود الأمريكية في ممرات مائية استراتيجية وحيوية لتجارة النفط العالمية الأمر الذي أثار حفظة طهران التي اتهمت واشنطن في المقابل بالتسبب بحالة من عدم الاستقرار في المنطقة الأسطول الأمريكي الذي يتخذ من البحرين مقرا له أعلن في بيان له عن وصول هذه القوات حسب خطة سابقة لوزارة الدفاع وأضاف أن السفينة البرمائية USS Peyton وسفينة الإنزال USS Carter Hall دخلت البحر الأحمر بعد عبورهما المتوسط عبر قناة السويس المتحدث باسم الأسطول الخامس تيم هوكينز قال لوكالة فرانس بريس أن عملية الانتشار الجديدة تؤكد التزام واشنطن القوي والثابت بالأمن البحري في الإقليم دكتور أحمد عجاج كيف تنظر لإعادة ربما تعزيز الوجود الأمريكي في المنطقة عبر هذا العدد الكبير من جنود البحرية طبعا نحن شهدنا انسحاب أمريكي من العراق شهدنا انسحاب أمريكي من أفغانستان وشهدنا انفراجا أيضا في العلاقات عند توقيع يعني الاتفاق النووي لكن طبعا جاء ترامب وأوقفه منذ ما جاء ترامب والأمور تتأزم والآن الذي نشهده أن الولايات المتحدة الأمريكية عادت التركيز مرة ثانية على منطقة الشرق الأوسط بطريقة أوسع من ذي قبل لأنها وجدت أن خروجها من المنطقة سيسمح للصين بأن تأتي وهذا ما لا تريده لأن الصين منافس حقيقي وليس روسية روسية بإمكانها أن تأتي للشرق الأوسط كما كنا لأنها ليست بالدولة الكفء التي يمكن أن تقف في وجه الولايات المتحدة الأمريكية ونحن شاهدنا ما حدثها في أوكرانيا لذلك هذه القوات التي أعلن عن إرسالها في 21 يوليو الماضي وصلت وهو ما قالته نائبة وزير الدفاع أنه رسالة لإيران رسالة لإيران أنه لن يكون بإمكانها تنصديع القنبلة النووية بمعنى أن نوع من الضغط على إيران لإشعارها أنها لا يمكن أن تمضي من مشروع النووي وثانيا أن مصالحاتها مع دول المنطقة لا تعني للولايات المتحدة الأمريكية شيئا لأن الهدف الاستراتيجي لإيران هو أخراج أمريكا في المنطقة والآن رغم أنها صالح الدول المنطقة عادت أمريكا بكل فقلها لتقول للمنطقة ولتقول لإيران وجود هنا استراتيجي مهم وماذا عن انتشار هذا الوجود الأمريكي في المنطقة؟ نتابع ذلك في هذا التقرير ترجمة نانسي قنقر دكتور أحمد هذه القوات تحديدا هي قوات بحرية والهدف المعلن لها هو حماية السفن العابرة لمضيق هرموز هل هذا يوجه رسالة لإيران بأن تتوقف عن مضايقة السفن وخاصة سفن النفط الداخلة والخارجة من الخليج العربي هو رسالتان رسالة لإيران وهي رسالة إيران بالطبع ستفهمها جيدا ورسالة إلى دول المنطقة التي بدأت تطبع علاقاتها مع إيران لتقول أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الضامن الحقيقي للأمن في المنطقة وأنها هي القوة الضاربة وأن أي توجه خارج الولايات المتحدة الأمريكية لا يصح لذلك نحن نرى هجوما أمريكيا عسكريا ودبلوماسيا بنفس الوقت وهو دبلوماسي لتشجيع الانفتاح أكثر على إسرائيل من خلال التي سمعناه عن إعادة العلاقات بين إسرائيل والسعودية وما وضعته السعودية من شروط ونحن نرى الآن إليكوهين في مقابلة مع جريدة إلاف الإلكترونية يقول أننا مستعدون لإعطاء الفلسطينيين تناثلات من أجل السلام وبالتالي أمريكا ستكون مستعدة لإعطاء السعوديين الاتفاقية الأمنية الدفاعية والسلاح النووي السلمي وبالتالي إذا ما حدث ذلك وهو مطلب سعودي ماذا يمكن لإيران أن تفعله؟ المنطقة كلها أصبحت في وآمن وسلام وتبقى هي منبوذة ووجود قوات أمريكية الوضع فعلا وصل إلى مرحلة أن إيران يوما بعد يوم تثبت أنها عاجزة عن اختراق المنطقة ليس عسكريا دبلوماسيا وسلميا يعني إيران تتمدد في المنطقة عسكريا عبر ميليشيات لكنها تنحسر في قلوب الناس وتنحسر في السلم وفي الدبلوماسيا طيب ولكن مهاجمة إيران لبعض السفن العابرة تمت على مرأة من الأمريكان والقوات الأمريكية أصلا موجودة ولم تقم بأي عمل يعني هذا الوجود الجديد هل سيعني مواجهة ربما لإيران إذا ما قامت بمهاجمة السفن أو مضايقتها؟ أولا يجب أن نعرف أن المتحدة الأمريكية عندما تتدخل يجب أن تحسب حساباتها بدقة ليس معناها أنها منهزمة وخائفة من إيران معناها أن تدخلها في لحظة ما قد لا يؤدي إلى منافع عليها لكن إذا ما كانت السفينة ترفع علما أمريكيا وهو يعني الذي بموجب القانون الأمريكي عليها حمايته فأنها بالطبع ستتدخل وتضرب ومؤخرا وجدنا تراشق بين يعني طراد أمريكي وإيراني في البحر ولم يسمحوا للإيرانيين بأن يعتلوا السفينة إذن هناك مؤشرات على أن القوات الأمريكية بدأت تظهر أنياب أكثر من وقت كلما شعر الأمريكيون أن المفوضات النووية لا تؤدي إلى شيء وكلما شعروا أن الإيرانيون يشكلون خطر على الرؤية الأمريكية في المنطقة ولذلك نرى هذا يعني الزحف الأمريكي الجديد هل بوسع إيران أو أن توقفه لتجرب يعني نحن ولا نقول أن مع إيران ولا نقول مع أمريكا نحن نقول أن هذه المنطقة أنا لها أن تشعر بالسلام وأنا لأجهات حل القضية الفلسطينية وليس المتاجرة بها شكرا جزيلا لك دكتور أحمد عجاج الكاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا لك